كنت من تصوير فيلم الصيف وولاد المحزوزة مع أخي فواهبي خبرني كيف كان العمل معها؟ تفاصيل؟ ماذا توعد الجمهور؟ أحكي ذلك فيلم جوري وولاد المحزوزة جوري وولاد المحزوزة أو بدلته؟ لا، هو اسمه جوري حسنا فيلم اسمه جوري وولاد المحزوزة يعني هو الاتنين مع بعض هو كامل كده هي جوري؟ هي جوري وموضوع يعني فيلم لطيف كده رومانتك كوميدي حلو وقصة أحداثها شبه أحداث الكصص يعني زي سنو ويت كده والأجزم السبع حاجات من الأشكال دي ومعمولة بشكل لطيف وهادي كده ومختلف تماما عن كل اللي قدمته هايفا قبل كده في السينما المخصوصي أظن بأي من الملابس والحاجات اللي نزلت اللي تصربت اللي تصربت بتاعات الملابس يعني ملابس مختلفة تماما مش اللي متعودة عليه مثلا هايفا أو مش مش شبه الحاجات اللي تقدمت الفترة اللي فاتت خصوصا في الـ رومانتك كوميدي في الشكل ده بالذات من يعني السينما تحت كبير أكيد لأنه احنا يعني متعودين على هايفا المرأة الجميلة الحلوة اللي كل البنات يريدون يصيرون مثلها هالمرة شنو اللي فعلا مختلفة لا تفضل جميلة لا يختلف لا يختلف لا يش حاجة تختلف لا انت وين ما أخذها على أي لون أو على أي صورة هي علم بص هي الفكرة انه هي تفضل جميلة عشان بس نأكد الموضوع ده مش هيختلف لا هي الفكرة انه الحكي الحكي في الكصص اللي بطلتها ست مش موجود كتير قوي أوك وغالبية الكصص مش بتعرف تبقى البطلة البطلة ست يعني غزبا عننا كده ورغم ان الست في المجتمع ما مش هينفى عن دورها يتغير خالص يعني أنا هتلاقيني عندي الحتة دي مسلسلتي بتروح ناحية الستات مش أنا عندي الحتة دي بس هي الفكرة مش يعني مش بقف مع المرأة ولا حاجة بس أصد انه طريقة الطرح اللي بحكيها مختلفة شوية فالكصة هنا أنا بتكلم عن كصة ست بتعدي بمشكلة والرحفة في وسط رحلة وبتتغير وبتغير اللي حواليها فده المختلف انه فيه طرح فعلا لمشروع بطلته بيحصل لها بقى أحداية ستة وتكمل الرحلة كده يعني الله يعينك يا مرأة الناس دايما تنتظر هايفا واهبي ودايما يحبون كل أعمالها فأكيد هالمرة رح يكونون متحمسين يشوفوا وامتحانك صعب وانا جامت حماس يشوفوا إن شاء الله قرايب لأ إن شاء الله الفيلم خلاص نحن خلصنا تصويره الشهر اللي فاد يعني لا من كم يوم وفي مرحلة المنتج وإن شاء الله يعني البوست بودوكشن تخلص في خلال الشهرين كده وينزل الفيلم بالتوفيق أكيد نتحاسين نشوفه وحب أخذ رأيك كمخرج أنت حاب أن تقدم شيء يحصل على إرادات عالية بس من نفس الوقت يكون ذو قيمة فنية عالية شلون تخلق هذا التوازن؟ وهو دي معادلة بقى صعبة جدا وما ينفعش بعدها هقولك طبعا نفسي عمل حاجة فيها كده بس ده مش يحصل لأنه اللي هيعمل إرادات أو يبقى زوء الناس الأكتر بتحب تخشه عادة مش هيكون فيه الجانب الفني اللي يكفي أو اللي يرضي الصنع يعني عادة الصنع مش هيرضب الحاجات اللي هي بترضي كل الناس لأنه فكره طريقة طرحه الحاجات وطريقة حكيه للقصص مختلفة تماما عن اللي الناس عايزة تشوفه فيه فرق بين أنا ضد فكرة الجمهورة عايز كده لا الناس عايزة تشوفه دي مش فكرة الجمهورة يعني مش مش فكرتها إنه الناس بتحب ده لا بس الناس احنا عودناها على ده بدأنا نديها الحاجات اللي كده فتعودوا ده تعودوا على كواليتي معين على لما هتيجي تغير هاخد وقت وأفتكر دي مسؤولية الصنع إن إحنا مسؤولين إنه بعد فترة نبدأ نحط لهم أشكال مختلفة من المشروعات عشان يبدأوا يتعودوا عندنا الجودة دي ونبدأ نقبالها في الإمكانيات تحس إنه هل موجود الدعم اللازم؟ هل في الإمكانيات إن إحنا ممكن نشفت هذا الشيء خلي المشاهد؟ يعني شايف الإمكانيات موجودة مش بنسبت مية في المية بس الإمكانيات موجودة والأشخاص موجودين والصنع موجودين قبل ما أدخل هنا كنت في الكنترول شايف فريق عمل كامل مركزين وشطرين وعندهم تفاصيل لطيفة ويعني في كل أنا شايف في كل جانب من جوانب الصناعة عندنا عندنا ناس شطرة جدا يعني نقصنا إيه؟ نقصنا شوية مخطرة شوية من المنتجين أنت بس لأنه ذكرت هم يحبون الكردت كل شوية تحياتنا اللي نحبكم كل شوية طيب في رمضان قدمت أيضا مسلسل لمعلم رمضان اللي فات هذا خلينا نشوف كلب ونرجع أنا عندي اللي خان زي اللي مات بالضبط الاتنين الله يرحمه هات هات من الآخر هل أنت ما ليه يد في اللحظ يعني أنت ملاكش يد ولا سرقت الفلوس اللي كانت في الخزنة ومتنعم بمالة في تجارة العربيات أبس لا أزاورة كنت معكم في السويس والتحضر وشاهد على الجلام أنا قلت كده برد الحمد لله هل برأيك الأعمال الشعبية حصان رابح أه طبعا أنت داخل فيها خلاص أنا متأكد أن أنا عندي فيوز عندي حبيع الأمور طيبة عندي مخرج صديقي قبل ما أخش أصور المشروع ده كان ده أول مشروع شعبي بالنسبة لي يعني أول تجربة عمل شعبي مع مصطفى شعبان كانت مع مصطفى شعبان طبعا نجم كبير ووليد تحية فقال لي اللي هتشوفه في نجاح الشعبي مش هتشوفه في عمرك وفعلا نجاح الشعبي مختلف تماما بس ده نرجع نقول فكرة الإرادات والحاجات هي الفكرة أنت بتقدمه إزاي يعني أنا بتقرر تعمل مشروع الشعبي إزاي تقدمه الناس هتقبله وبتتفرج عليه لأنه شبههم فبيحبوه جدا ونسبة كبيرة نجاحه مش طبيعي يعني إذا المصريين بس شوفوه قبل العرب هتتكلمه في رقم كبير جدا فقابلك بأنه هو بيتشابت زي عربيا وبيحبوا المشاريع اللي فيها البيت وبتروح وتيجي وتتفرج على أشكال كتيرة من الناس فالدراما خطة لطيف جدا والشعبية فيها كل حاجة أنا بحس إن الدراما الشعبي متعتها إن فيها أكشن وساسبنس ودراما حزن فهتحس إن كل حاجة شبه كده دراما الشعبي في رمضان شبه للصفرة في رمضان كده فيها كل الأنواع وكل الأشكال وكل حاجات فهي تجربة حلوة وبحبها جدا وبحب التجربة دي وحبتها ونجحة الحمد لله نجاح حلو وفعلا نجاحها كان قوي جدا بس ساعات السناعة بتبقى عندها أعيز أعمل حاجات مختلفة فالشعبي بيخليك تعمل أعيز تعمل شعبي تاني لأن هو نجاحه فعلا حلو أدكتب تحس؟ آه طيب خبرني أنت كامخرج كيف ممكن تحقق أنه يكون عندك بصمتك الفنية وتبتعد عن التكرار؟ هو ده صعب جدا أنه أنت دايما بتنجح في المشروع أنا أول ما نجح الحمد لله مشروع الشعبي ده تقدم الإتعادات عليا مشاريع شعبي كتير جدا فبتخش أنت في فكرة أنا يعني هستغل نجاحي وأحركه إزاي بس هو في الأوف الآخر هو حكيك وطريقة حكيك للمشروع وطريقة فهمك للمشروع عايز تقدمه إزاي وهو ده لده المختلف فإنه دايما تفضل بتاخد المشاريع عندك أو بتقرب الحكاية أنك أنت بتحكيها بطريقتك فتفضل طريقتك موجودة وتفضل يعني أفتكر لو أي حد فرج على المشاريع رغم أن الحمد لله أنا قدمت مشاريع كتير أشكالها مش زي بعض يعني أنواع مختلفة جنرى مختلفة فدائما الناس بتقول فيه حاجة من دي يعني فيه ده من روح ده وطبعا فيه تطور يعني أكتر حاجة أحبها لما أسمع كلمة لا ده مرقص اختلف على المشروع ده اللي فيت لا ده فيه تطور واضح لأن التطور مهم البصمة مش هتختلف هتفضل هي هي هتتطور بس التطور مهم جدا والتغيير مهم جدا بين النص والإخراج المعادلة صعبة برأيك وهل واحد يسند على الثاني منه بيهم؟ طبعا واحد يسند على الثاني أنا بقول جملة مش بيحبوها بعض المخرجين أصدقائي بس أنا بحب بقولها دايما بقولوا جماعة الدراما الدراما بطلها نص لأنه الناس نسبة كبيرة من الناس بتسمع المسلسل مش تفرج عليه فالنص بطل قوي في الدراما المخرج هو البطل في السينما والممثل هو البطل على المسرح يعني لو النص وحش والمخرج وحش على المسرح بس الممثل قوي هتتفعلي معي وهيعرف يحرك الحاجات نفس الكلام السينما فيها عوامل إبهار وفيجولي هقدر أخليكي مركزة معي الساعة ونص اللي بقدم فيها الفيلم أو الساعتين الدراما محتاجة بكل الأشكال أبتكلم في ألف مشهد على الأقل فمحتاجة دايما نص قوي جدا وأنا ضد الفكر اللي طلع برضو اليومين دول بتاعت إنه إحنا عندنا أزمة ولا لا إحنا ما عندناش أزمة ما عندناش لا لا إحنا عندنا مؤلفين شطار جدا 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 عندنا صناع عندهم أفكار عندنا منتجين يعني عايزين يعملوا أفكار بس الفكرة إنه إيه اللي مطلوب يعني لازم شوية شو الفيلم الحلم بالنسبة إلك وتحضيرات رمضان 2025؟ شو الإيه؟ الفيلم الحلم بالنسبة إلك الفيلم الحلم؟ لا الحلم بعيد الحلم بعيد بس الحمد لله عملت أول خطوة منه في فيلم في عز الظهر اللي هو بطولة مينة مساود الفيلم من العالمي طبعا صحيح كانت أول تجربة عالمية إلك تجربة عربية لي وأول تجربة عالمية إلي لأنه هو غصب عني الفيلم خد الصبغة العالمية لأنه هو فنان عالمي وفندي المليار عمل في فيلم ألدن يعني كان عمل حاجة عظيم وكانت تجربة بدأت الحمد لله تحضرها كان لسه مخلص ألدن يعني كان لسه في البيك بتاعه يمكن اتأخرت شوية التجربة لأنه اخدت وقت في التصوير وكمان احنا خلصنا خلص تصوير والفيلم جاهز بقيل وسنة يمكن بس فيه بنختار الوقت المناسب ينزل يعني في السينمات عشان يستحق يتشاف بشكل كويس فده دي الخطوة الأولى فكرة أنه أنا عايز أعمل عالمية بس بصبغة مصرية وعربية يعني مش عايز أروح أعمل أفلايا يعني جاء لي حلقات في مسلسلات إسباني كان دايما وجهة نظري أنا هروح أعمل أضيف إيه مش هضيف حاجة لكن أنا لأعملت حاجة من الكور بتاعنا قوي ممكن توصل للعالمية يعني مقتنع أن من وسط المحلية بتاعتنا ولو دخلتنا قوي جوه ممكن نوصل للعالمية صحيح فدي الفكرة دايماً اللي بترويدني حلو أنه في تأني بالموضوع ما فيش تسرع أنا أنا ما فيش تسرع خلص الحمد لله حلو كثير شكراً كثير إليك بالتوفيق متضرين كل أعمالك أكيد وتحياتنا إليك شكراً لك